ترجمة نانسي قنقر وضربت البداية هنا مع هذا الشعار المميز الذي يتقدم في هذه اللحظات الحذر بشعار محمد بن علي بن محمد الشالولي الجحافي على المركز الأول ننتقل للمركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات المتحد لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك على المركز الثاني بينما الانطلاق يأتي من الجانب الأيمن والتحدي أيضا من هذا الاسم الممتاز يصل في هذه اللحظات النشمي لسيد عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عويضة البعينين المركز الرابع ننتقل في هذه اللحظات لانطلاقة صمصام سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي يصل مع صمصام على المركز الرابع بينما المركز الخامس يصل في هذه اللحظات سياف مقلا لشعار علي بن سالم بن راشد الانشير المري على خامس المراكز هذه الخمسة المراكز الأولى مستمعين لفاضل ذعناها على مسامعكم للمرة الأولى لنعود ونتحول إلى المقدمة وإلى التغيير الذي أراه أيضا مع المقدمة وصدار هذا صمصام هذا رحال 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 انطلق رحال لأحمد بن إهلال بن سلطان الحوسني ينطلق مع رحال على المركز الأول بناء قابوس أهالي السلطنة حاضرين بكل قوة مع أيضا انطلاقة رحال المركز الثاني شعار المحشادي يتقدم مع المركز الثاني مع انطلاقة صمصام سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي ولكن يتسلل أيضا ينطلق في هذه اللحظات الناوي من يصلون أيضا أهالي الخريب مع الناوي مهنة بن محمد بن ضابط الضابط الدوسري غير إلى المقدمة غير إلى الصدارة مع انطلاقة الناوي المركز الثاني عندك المحشادي بينما المركز الثالث يصل هذا الاسم الخطير المتحد ينطلق مع ثالث المراكز عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد العبد الملك أحد الشعارات التي تألقت في هذا الموسم نتمنى لك التوفيق ولأقرانك المشاركين شوف اللي يغير شوف اللي ينقل هناك خلصة مع المركز الأول هذا هو ختلان محمد بن مسهى بن محمد الحبابي ينطلق مع ختلان ويغير معه إلى صدارة هذا الشوط إذن مع المركز الأول والصدارة هذا هو ختلان محمد بن مسهى بن محمد الحبابي بينما المركز الثاني الانطلاق يأتي أيضا والتحدي من قبل صمصام سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي نقلتنا على المركز الثالث يأتي الانطلاق مع أيضا اندفاعة المتحد لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك الرابع يا مشاهدين يصل في هذه اللحظات الشقب لبندر بن عبد الله بن فادح بن ظافر الهاجري بينما المركز الخامس أيضا الانطلاق المميز والتحدي مع انطلاقة الحذر محمد بن علي بن محمد الشالولي الجحافي عودة إلى المقدمة أشواط سباق الأمير الوالد هذه الأشواط الثمينة التي أيضا وضعت لأبناء القبائل والشيوخ هذا السباق الكبير سباق يحمل الاسم الغالي اسم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني مؤسس قطر الجديدة أمير أيضا الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه نعود إلى المقدمة عودة إلى الصدارة معك أيضا يا الحبابي مع انطلاقة ختلان وللمعلومية سبق أن فاز ختلان في أحد السباقات الماضية يعود مرة أخرى ليضع في رصيده نقطة في سباق الأمير الوالد ينطلق مع الصدارة بهذا الانفراد الكبير عطن الفارق يمصورنا عطن الفارق الكبير ما بين ختلان ما بين بقية المشاركين نقلة إلى المركز الثاني المركز الثاني إذن ينطلق سمصام سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي مع سمصام على المركز الثاني بينما المركز الثالث شعاري بن مسعود ينطلق على ظهر الشقب بندر بن عبد الله بن فالح بن ظافر الهاجري الرابع أيضا الوصول من قبل هجام لسان بن فرحان بن خميس العنزي يصل أيضا مع هجام هجم هجام الخامس المتحد لا يزال هنا في صلب المعركة لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك كيلو ونصف الكيلو حتشاف لختلان والسلوم ينطلق الآن محمد بن مسهى بن محمد الإحبابي ينطلق على المقدمة انطلاق تجميل جدا ما شاء الله وتبارك الرحمن فارق كبير انطلاق أيضا يكون ختلان في هذا اليوم هو العلامة الفارقة انواصل على هذا الأداء الكبير ما شاء الله وتبارك الرحمن المركز الثاني الثاني هجام على ثاني المراكز سالم بن فرحان بن خميس العنزي بينما المركز الثالث انطلاقتي أيضا سمصام سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي الرابع بن مسعود الخامس يصل كفو محمد بن جابر بن محمد الزبداني المري ولكن خلاص ختلان وين ختلان هناك هناك مع المقدمة هناك مع الصدارة يؤدي هذه العروض الجميلة بدون أوامر ولا تعليمات انطلق الآن يريد التوقيت الزمني يريد أن يحطم التوقيت الزمني يا سلام يسابق نفسه بنفسه ما شاء الله على هذا العرض الكبير يا مالك ختلان المحاولات هنا المستميتة على المركز الثاني معهد جام لسالم بن فرحان بن خميس لعنزي ولكن ختلان خلاص خلاص قفلها قفلها ختلان أيضا ومشكور يا بن مشروم أيضا من يتابع ختلان في هذا الشوط ينطلق مع المقدمة أيضا مالك ختلان محمد بن مسعى بن محمد الإحباب ينتزع هذا الشوط انتزاعا ما شاء الله أربعمائة متر والسلام أيضا لعزبة الإحباب لانطلاق ختلان المركز الثاني أيضا القادم القادم أيضا على المركز الثاني هنا التحدي معهد جام والمركز الثالث الزبداني ولكن خلاص الأمور هناك مع الصدارة مع ختلان هنيالك على هذا المال الطيب يا مالك ختلان محمد بن مسعى بن محمد الإحباب ينتزع هذا الشوط انتزاعا وبفارق الكبير تهانينا وألف مظلوق على هذا العرض الممتاز وعلى هذا الآداء الفارق ما شاء الله وتبارك الرحمن المركز الثاني كان من نصيب هجام ليسال بن فرحان بن الخميس العنزي المركز الثالث كفو محمد بن جابر بن محمد الزبداني المركز الرابع صمصام سعيد بن عبدالله بن سعيد المحشادي بينما المركز الخامس ترجمة نانسي قنقر